وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 311 صوطا مقابل 14 صوطا على مشروع قانون ينص على أن معادات الصهيونية هي معادات للسامية في خطوة بالغة الخطورة تهدف إلى تقييد حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بانتقاد حكومة الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها تجاه الفلسطينيين وحقوقهم هل يعقل أن يعادي سام نفسه؟ نعم بحسب ما تطرحه الصهيونية وأذرعها عبر احتكار مصطلح معادات السامية من خلال محاولاتها المتواصلة للمساواة بين مفهومي معادات الصهيونية ومعادات السامية والخلط بينهما وهذا ما مرره مجلس النواب الأمريكي مؤخرا لإطفاء شرعية على دعم حكومة الولايات المتحدة المطلق لكيان الاحتلال المسمى بإسرائيل رغم أن هذه القضية ليست جديدة إلا أن التصويت لصالح هذا القرار من قبل مجلس النواب الأمريكي في وقت يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانا وحشيا على غزة والفلسطينيين يتماهى مع السياسة الأمريكية بالدعم المطلق لتل أبيب وسعيها لتبرير ذلك داخليا وخارجيا وتقييد حرية الأمريكيين الذين ينتقدون هذا الدعم لكن حتى قبل الحرب الأخيرة كانت هذه القضية مثار جدل فتعريف ما يسمى بالتحالف الدولي لإحياء ذكر الهولوكوست الذي يحدد بعض أشكال معادات الصهيونية على أنها معادات للسامية لا يترك مساحة كافية لانتقاد تل أبيب وهو ما يحاول كيان الاحتلال تكريس اعتماده لدى الدول والمؤسسات مثل ما اعتمده الكنيست في العام 2022 منظمات دولية من ضمنها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش حذرت الأمم المتحدة في نيسان الماضي من اعتماد هذا التعريف المثير للجدل وقالت بكل صراحة ووضوح إن هذا التعريف يستخدم بغية تصنيف بعض الانتقادات لسياسات حكومة تل أبيب أو مناصرة حقوق الفلسطينيين على أنها معادية للسامية جدل ما قبل السابع من أكتوبر حول هذا التعريف قد يبقى جدلا لجهة من يعتبر من العرق السامي وهو ما ينسب إليه العرب وبعض اليهود والاستخدامات هذا المصطلح السياسية لكن تبنيه بعد هذا التاريخ يهدف إلى تبرير الإبادة الجماعية والتهجير القصري والمجازر التي يمارسها كيان الاحتلال تجاه الفلسطينيين وإسكات شعوب العالم عن فتح ما يرونه بوضوح اليوم حول الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي قمع مطالبهم بالحرية لفلسطين ترجمة نانسي قنقر